الرياح خلقت الصحاري ودفعت سفن عبر المحيطات الشاسعة اليوم نقف على اعتاب حقبة جديدة حيث لم نعد نسخر الرياح فقل النقل او المهام الميكانيكية لقد اطلقنا العنان لامكانيات طاقة الرياح لتشغيل منازلنا وشركاتنا وفي النهاية مستقبلنا يمثل هذا التحول نحو طاقة الرياح تغييرا عميقا في علاقتنا مع الطبيعة وهو تحرك نحو ممارسات مستدامة تفيد البشرية والكوكب على حد سواء سرعان ما ادرك اسلافنا امكانات الرياح لقد صنعوا اشرعة لدفع قواربهم مستخدمين طاقة الرياح للاستكشاف والتجارة والهجرة تعلم هؤلاء البحارة الاوائل قراءة الرياح وفهم انماطها وتسخير قوتها للابحار في البحار على اليابسة تم تسخير طاقة الرياح من خلال طواحين الهواء اصبحت هذه الهياكل المبتكرة بأشرعتها الشاهقة رموزا مميزة للإبداع البشري تم استخدام طواحين الهواء لطحن الحبوب وضخ المياه وغيرها من المهام الأساسية مما يدل على تطبيقات العملية لطاقة الرياح في الحياة اليومية اليوم تجاوزت طاقة الرياح أدوارها التقليدية مع التقدم في التكنولوجيا قمنا بتطوير طوربينات الرياح وهي أعاجيب حديثة تحول طاقة الرياح بكفاءة إلى كهرباء تمثل هذه الهياكل الشاهقة بشفراتها الأنيقة التي تشق الهواء برشاقة قفزة النوعية إلى الأمام في قدرتنا على تسخير قوة الرياح تعمل طوربينات الرياح على مبدأ بسيط ولكنه أنيق تدور الرياح الشفرات والتي بدورها تدير عمودا متصلا بمولد يحول هذا المولد الطاقة الميكانيكية للعمود الدوار إلى طاقة كهربائية والتي يمكن بعد ذلك تغذيتها في شبكة الطاقة مما يوفر طاقة نظيفة ومتجددة للمنازل والشركات إن التأثير العالمي لطاقة الرياح لا يمكن إنكاره من مزارع الرياح المترامية الأطراف في تكساس إلى منشآت الرياح البحرية في الدنمارك تتبنى دول حول العالم مصدر الطاقة النظيف والمستدام هذا تخلق هذه المشاريع فرص عمل وتقلل من انبعاثات الكربون وتقلل من اعتمادنا على الوقود الأحفوري تمثل طاقة الرياح خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تسخير القوة التي لا تنضب للرياح يمكننا تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الملوث والتخفيف من آثار تغير المناف يتطلب الانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف عملا جماعيا وابتكارا ستلعب طاقة الرياح بسجلها الحافل وإمكانياتها الهائلة بلا شك دورا محوريا في تشكيل مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للأجيال القادمة